في خطوة همّة نحو تحسين جودة الحياة لكبار السنة بدأت وزار الصحة بأعداد دليل وطني للمدن المراعية لكبار السنة الذي يضمن لهم رعاية معاشية متكاملة هذا المشروع جاء استجابة للحاجة الملحى إلى توفير بيئات صحية ومسدامة تلبي احتياجاتهم وتعزز من استقاليتهم في مختلف مجالات الحياة كبار السن هم كنوز من التجارب والقصص التي تشكل ملامح هويتنا إن تمكينهم هو تمكين للحكمة التي تراكمت عبر الأجيال واعتراف بدورهم العظيم في بناء مجتمعنا وفي إطار هذا الاهتمام باشرت المنظومة الصحية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في إعداد الدليل الوطني للمدن المراعية لكبار السن الفريق اللي قام بإعداد هذا الدليل مكون من فريق من إدارة كبار السن ومكتب المدن الصحية بالإضافة إلى الجهات الحكومية المشاركة سواء كانت من الهيئة العامة للبيئة الرعاية السكنية النقل ممثلة بشركة النقل العام كذلك التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات ذات الصلة سواء كانت داخل وزارة صحة أو خارجها حققت إمارة الشارقة إنجازا بارزا كأول مدينة عربية تنضم إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية لكبار السن حيث قام وفد من إمارة الشارقة بزيارات ميدانية للمرافق الصحية والعديد من الجهات الحكومية للإطلاع على المعايير والسياسات المطبقة في دولة الكويت نحن من اليوم الأول حقيقة لمسنا الكمية الكبيرة من المبادرات والأنشطة سواء كانت التشغيلية أو الاستراتيجية التي تخدم فئة كبار السن ولمسنا وجود سياسات وجود خدمات وجود بنية تحتية داعمة وقوية لكبار السن وهذا يعني يطلق الفرص الإيجابية الكثيرة والفرص القوية لأن تكون دولة الكويت من الدول المتقدمة في مجال المدن المراعية للسن زيارة الوفد لمركز اليرموك الصحي لم تكن مجرد جولة عادية بل كانت هناك فرصة لمعاينة تأثير المبادرات الرائدة التي ينفذها المركز في خدمة كبار السن حيث الزيارات المنزلية والعناية في المراجعين في كبار السن في منازلهم والأهم من ذلك وتمكينهم إذن نحاول كثير ما نقدر أن ندمج كبار السن مع المجتمع ومع البيئة ومع كل الأشياء التي تصير في المجتمع أو في الإعلام أو في العالم فبالتالي خطتنا مو فقط خطة صحية في رعايتهم رعاية صحية ولكن خطتنا خطة اجتماعية ونفسية ستستمر المناقشات ووضع السياسات لضمان تنفيذ مبادرة برنامج المدن المراعية لكبار السن بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية لما أبو علاوي قناة الأخبار